الآن وقفة اقتصادية نتابع فيها أعضاء منظمة التجارة العالمية يهدرون فرصة لتعزيز الاقتصاد العالمي بتريليون دولار كيف ذلك؟ الإجابة يطلعنا عليها عمار طيبي عمار أرحبا سلمة تصورنا سبب بسيط جدا شاشات الأل سي دي في تلفزيون كل هذا بسبب الشاشات نتابع شكرا سلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فشلت الدول العضاء في منظمة التجارة العالمية في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض رسوم الجمهورية على مئات المنتجات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وكان من شأن الانفاق أو الاتفاق يسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي بأكثر من تريليون دولار في شكل تخفيضات جمهورية وتتمثل العقبة الرئيسية في الخلاف بين الصين وكوريا الجنوبية بشأن شاشات العرض البلوري السائل المعروفة باسم ال سي دي وتمسكت كوريا الجنوبية أكبر منتج في العالم لهذه الشاشات بخفض رسوم الجمهورية عليها لكن الصين التي تسعى للتعزيز صناعتها في هذا المجال رفضت الطلب تراجعت أسعار النفط العالمية بنحو ثلاثة في المئة في نهاية تعاملات الأسبوع أمس لتسجل بذلك مستويات منخفضة جديدة لم تشهدها منذ خمس سنوات ونصف سنة جاء هذا مع استمرار القلق إزاء تخمة المعروض واحتمالات تقلص الطلب العالمي وواصل سعر مزيج برانت تراجعه إلى واحد وستين دولار وخمسة وثمانين سنة للبرميل لتصل نسبة خسائره على مدار الأسبوع الماضي إلى نحو أحد عشر في المئة أما الخام الأمريكي الخفيف فقد هبط إلى سبعة وخمسين دولار وواحد وثمانين سنة للبرميل قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن إقرار مجلس النواب لمشروع الموازنة الجديدة سيسمح بتمويل معظم برامج الحكومة الاتحادية ويبلغ حجم الموازنة تريليونا ومائة وثلاثين مليار دولار لسنة المالية التي تنتهي في الثلاثين من سبتمبر من العام المقبل من حيث التعريف فمشروع القانون هو حل وسط وهذا ما يحدث عندما يكون لديك حكومة منقسمة صوت لها الشعب الأمريكي هناك مجموعة من البنود الوالدة في المشروع لا تروقني ولكن من جهة أخرى فهناك بنود تتعلق بالتمويل الأساسي تمكننا من الاستمرار في توفير التأمين الصحي لجميع الأمريكيين ومواصلة جهودنا لمكافحة تغير المناخ والقدرة على توسيع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وهو ما يصنع الفرق في جميع أنحاء البلاد كذلك توسيع مراكز التصنيع لدينا التي تساهم في نمو فرص العمل والتقدم الذي شهده اقتصادنا خلال العامين الماضيين هذا وأعربت كريستيل لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي عن خيبة أملها من عدم تضمين مشروع قانون الموازنة الأمريكية الجديدة الإصلاحات المقترحة للنظام صندوق واختتم الكونغرس دورته البرلمانية بالتصويت النهائي على الموازنة ليبدأ عطلة وكان صندوق دعا الكونغرس إلى إقرار الإصلاحات بنهاية العام الحالي لكن الأعضاء المحافظين يرفضون التنازل عن جزء من الحصة التصويتية لبلادهم لصالح الاقتصادات الصاعدة وستؤدي الإصلاحات التي أقرها الصندوق منذ عام 2010 إلى تغييرات جذرية في هيكله وبمجبها تصبح الصين الثالث أكبر قوة تصويتية كما تنضم البرازيل والهند وروسيا لقائمة أكبر عشر دول من حيث الحصة التصويتية اختتم في باريس أكبر معرض للسفن واليخوت والقوارب في فرنسا وهو معرض سنوي يأتي إليه الزوار من الهوات والمختصين في عالم البحار من فرنسا ومختلف أنحاء أوروبا وقد عرض فيه أكثر من 2200 نوع وقطعة بحية من مركبات سياحية وتجارية ورياضية ازدحام شديد في شوارع باريس ليس بسبب السيارات بل بسبب السفن كان ذلك قبيل انطلاق أكبر معرض للسفن والقوارب واليخوت والذي يستقبل ربع مليون زائر سنويا هذا العام لدينا عدد أكبر من السفن الشراعية وذات المتن الهوائي وأيضا القوارب ذات المحرك سيتمكن الزوار ومعاينة السفن من الداخل وليس فقط مشاهدتها من الخارج كما جرت العادة سفن شراعية وسياحية ويخوت استجمامية وصل عددها هذا العام إلى 1200 مع حضور كبير للزوارق ذات المتن الهوائي التي لا يختصر استخدامها على المطاردة والحراسة هي قوارب يستخدمها أيضا المهنيون مثل رجال المطاف أو البحارة أو حتى من قبل هوات الاستجمام وهوات الصيد والسياحة العائلية قوارب التجريف الفردي أو الثنائي كان لها حضور لافت وفضلا عن الهندسة الانسيابية فقد أضيفت لها تقنيات الملاحة والتوجيه الدقيق كما حفل المعرض بألواح التزلج على الماء التي اختبرت في نهر السان وعرضت أحدث المركبات الانسيابية أو ما يعرف بالجيتسكي ورغم لازم الاقتصادية التي تواجهها فرنسا فإن حجم مبيعات السفن الشراعية وذات المحركات يتجاوز 700 مليون يورو سنويا ويصدر منها 75% من جديد هذا العام تطبيق يتم تحميله على الجوال وهذا المكعب الأبيض يحمله البحار معه البحار الذي يسقط من على ظهر السفينة لن يكون وحيدا لأن رفاقه في السفينة يستقبلون مباشرة انذار طوارئ على هواتفهم فمن ناحية يعلمون بسقوطه وبمكان السقوط ومن جهة أخرى يسرعون في عمليات الإنقاذ ولأن معرفة البحر تحتاج علما وثقافة فقد شهد الجمهور مكتبة مختصة بعالم البحار للصغار والكبار هنا تكاد تسمع موج البحر المتلاطم وترى الأسماك من كل جانب عالم القوارب والسفن واليخوت عالم قائم بذاته فيه تلتق الرياضة والمغامرة والثراء عيش دراجي الجزيرة باريس ختم فقرة الاقتصاد إليك سلمة الموازنة ليبدأ عطلة وكان السندوق دعا الكونغرس إلى إقرار الإصلاحات بنهاية العام الحالي لكن الأعضاء المحافظين يرفضون التنازل عن جزء من الحصة التصويتية لبلادهم لصالح الاقتصادات الصاعدة وستؤدي الإصلاحات التي أقرها السندوق منذ عام 2010 إلى تغييرات جذرية في هيكله وبمجبها تصبح الصين الثالث أكبر قوة تصويتية كما تنضم البرازيل والهند وروسيا لقائمة أكبر عشر دول من حيث الحصة التصويتية اختتم في باريس أكبر معرض للسفن واليخوت والقوارب في فرنسا وهو معرض سنوي يأتي إليه الزوار من الهوات والمختصين في عالم البحار من فرنسا ومختلف أنحاء أوروبا وقد عرض فيه أكثر من 1200 نوع وقطعة بحية من مركبات سياحية وتجارية ورياضية ازدحام شديد في شوارع باريس ليس بسبب السيارات بل بسبب السفن كان ذلك قبيل انطلاق أكبر معرض للسفن والقوارب واليخوت والذي يستقبل ربع مليون زائر سنويا هذا العام لدينا عدد أكبر من السفن الشراعية وذات المتن الهوائي وأيضا القوارب ذات المحرك سيتمكن الزوار ومعاينة السفن من الداخل وليس فقط مشاهدتها من الخارج كما جرى العادة سفن شراعية وسياحية ويخوت استجمامية وصل عددها هذا العام إلى 1200 مع حضور كبير للزوارق ذات المتن الهوائي التي لا يختصر زوار من الهوات والمختصين في عالم البحار من فرنسا ومختلف أنحاء أوروبا وقد عرض فيه أكثر من 1200 نوع وقطعة بحية من مركبات سياحية وتجارية ورياضية ازدحام شديد في شوارع باريس ليس بسبب السيارات بل بسبب السفن كان ذلك قبيل انطلاق أكبر معرض للسفن والقوارب واليخوت والذي يستقبل ربع مليون زائر سنويا هذا العام لدينا عدد أكبر من السفن الشراعية وذات المتن الهوائي وأيضا القوارب ذات المحرك سيتمكن الزوار ومعاينة السفن من الداخل وليس فقط مشاهدتها من الخارج كما جرى العادة سفن شراعية وسياحية ويخوت استجمامية وصل عددها هذا العام إلى 1200 مع حضور كبير للزوارق ذات المتن الهوائي التي لا يختصر استخدامها على المطاردة والحراسة هي قوارب يستخدمها أيضا المهنيون مثل رجال المطاف أو البحارة أو حتى من قبل هوات الاستجمام وهوات الصيد وسياحة العائلية قوارب التجريف الفردي أو الثنائي كان لها حضور لافت وفضلا عن الهندسة الإنسيابية فقد أضيفت لها تقنيات الملاحة والتوجيه الدقيق كما حفل المعرض بألواح التزلج على الماء التي اختبرت في نهر السان وعرضت أحدث المركبات الإنسيابية أو ما يعرف بالجاتسكي ورغم لازمة الاقتصادية التي تواجهها فرنسا فإن حجم مبيعات السفن شاشات LCD في تلفزيون كل هذا نتابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فشلت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الرسوم الجمركية على مئات المنتجات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وكان من شأن الانفاق أو الاتفاق يسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي بأكثر من تريليون دولار في شكل تخفضات جمركية وتتمثل العقبة الرئيسية في الخلاف بين الصين وكوريا الجنوبية بشأن شاشات العرض البلوري السائل المعروفة باسم LCD وتمسكت كوريا الجنوبية أكبر منتج في العالم لهذه الشاشات بخفض الرسوم الجمركية عليها لكن الصين التي تسعى للتعزيز صناعتها في هذا المجال رفضت الطلب تراجعت أسعار النفط العالمية بنحو ثلاثة في المئة في نهاية تعاملات الأسبوع أمس لتسجل بذلك مستويات منخفضة جديدة لم تشهدها منذ خمس سنوات ونصف سنة جاء هذا مع استمرار القلق إزاء تخمة المعروض واحتمالات تقلص الطلب العالمي وواصل سعر مزيج برانت تراجعه إلى واحد وستين دولار وخمسة وثمانين سنة للبرميل لتصل نسبة خسائره على مدار الأسبوع الماضي إلى نحو أحد عشر في المئة أما الخام الأمريكي الخفيف فقد هبط إلى سبعة وخمسين دولار وواحد وثمانين سنة للبرميل قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن إقرار مجلس النواب لمشروع الموازنة الجديدة سيسمح بتمويل معظم برامج الحكومة الاتحادية ويبلغ حدث